شيء آخر شيء آخر هذه الحروب أحبائي لم تكن حروب دينية ولا مرة أسمعني اليهود فيتين على منطقة لازم تسير يهودي وإلا تقطع إرباً إرباً بالسيف هذه الحروب كانت مثل ما ذكرت قضاء إلهي والرب وصى ما تكرهش مصري ما تخدش أرض أي حد تاني كانت محدودة جغرافياً في أرض كنعان محدودة حتى زمنياً على فكرة لما أخده وكان في قضاء ضد هذه الشعوب ما سمعنا أنه أي شخص يهودي أو رباي عم بيحرد الناس على القتال لأن الله أمرنا تعن فوت على تركيا تعن روح لسوريا تعن فوت على الأردن تعن فوت على لبنان خلينا نصل لأوروبا حتى إذا ما أنت ما صرتش يهودي أو صرت مسيحي مثلاً تقتل ما فيش هذه الشعوب أحبائي كانت قضاء إلهية شيء آخر هذه الحروب ما كانتش لحماية الشريعة الله ما بيحتاج حد يحميه ولا أنه أتباع يحموه في العهد القديم نزل طفان نزل نار وكبريت على سدوم أمر إليا أو إليا أمر ونزل نار من السماء وقتلت رؤساء الخمسين على جبل الكرمل نزلت نار ثم قضى على أنبياء البعل في مرة فتحة الأرض الإفاهة وبلعت الناس وهكذا يعني الله مش محتاج هو القادر على كل شيء مش محتاج يد إنسان أنه تساعده في تتميم هذا الشيء